عندما تعجز الحكومة بكل إمكانياتها وميزانياتها المليارية عن تصليح الشوارع وترميمها يقوم الناس بالجهود الذاتية حيث قام أحد الرجال من كبار السن ويدعى السيد الحكيم وبأدوات بسيطة وبإمكانيات محدودة بترميم الحفر الموجودة في الشوارع وطمرها وهو مستمر بهذا العمل الذي وصفه بالصدقة الجارية منذ سنتين وبمجهود شخصي وهو من سكنة محافظة بابل دعونا نتابع المواطنين السواق إلي شوهلية وغير وغيري كلهم حتى سارع مطوز ما تتكسر متقراب هذا العراق العظيم لو أنا كان مكان العراق أخذي جنة أنا حل أخذتها جنة الحجي أقدر أخذ اسمك؟ أخذي سيد حكيم نعم وأنا بسعادي؟ نعم أنا شريع سيد حكيم العميدي أما منوخدنا صدق جاري حيبكر لقاعد صدق جاري أخوين أخذنا مميدي أخذنا مميدي ج MRI أخذنا